عشان يخطف سمرط ارتفاع نسب الفايدة لكن الاستثمارات القوية يعني انا عايز اسألك سؤال مهم جدا ويمكن سادة المشاهدين متابعين والنهاردة ما شاء الله احنا بنتكلف الاقتصاد كتير وناس بتسمعنا كتير وبتنقشنا كتير ما فيش شركة كبيرة ألمانية من اكبر شركات العالم بتشتغل في الكهرباء مثلا هتسحب استثماراتها وتجري علشان خاطر منشعارف فتاة وعشرين في المية وبقرة لما في الظروف تتعادل تنزل هو مش هجل وراء تعديل سياساتنا دي وقتي او لحظي الاخوة المحللين بتوع الاسؤال المالية والاخره بيقعدوا يتكلموا في الكلام ده كتير بشكل او باخر ما هواش واضح للناس المهتمة جدا بالاستثمارات القبرى نحن نطمع الناس للإستثمارات سابتة في مصر نطمع نظري العملي مش نظري النهاردة مثلا شركة كبيرة جدا زي الشركة اللي اكتشفت حقل ظهر شركة اني البترول ولا دا ما بتسيبش استثمارات كبيرة بالارقام المليارية دولارية عشان تجري عشان تخطف الاستثمارات المباشرة والاستثمارات القوية والاستثمارات اللي موجودة على الارض والتوسع فيها وده اللي دايما بننادي به ان احنا ندخل على معدلات جذب استثمار مباشر قوي الاستثمارات اللي جاء اخرى تستثمر في البورصة وتستثمر فيه سندات مؤقتة طبعا طبعا لطبيعة الفايدة او نوع الفايدة وبعدين برضو انت لما بتيجي دي نهاردة الفايدة ترتفع في دولة عشان تزمت استثمارات النقدية زي ما حصل في السوق التركية اكيد اما تيجي تطرح تركيا اي سندات او اصول خزانة تركية او الاقرو هتطرح اجل قصير مش تطرح اجل طويل والاجل الطويل هكي في فضيته اقل الاجل الطويل او الاجل المتوسط هكي في فضيته اقل غير الاجل القصير فنازم الناس تبقى فهمها قويس جدا انه فيه تأثر للأسواء النشأ ببعضها اه سنتأثر ممكن تلاقيه النهاردة بعض المصانع هناك عندها ستوك كبير جدا من مخزون عايزة تطرحه في أسواء وترواجه عشان عايزة اي فلوس تغطي تكلفها حتى تبيع بسالة تكلفة ده وارد اللي حدث تأثر لكن برضو خليني اشوف الصورة بالصورة شاملة وبشكل اشمل وان المصريين اللي بيسمعونا وعايزين يتطمنوا على حل الاقتصاد عايزين نقول احنا في بداية اخطاعنا الشروط في الطريق الصحيح كل الطريق اللي ماشيينه فيه كتير جدا ضغوط على المواطن المصري لان احنا بنعدل معدد اصلاح اقتصادي تأثرت كتير من سنوات سابقة نركز على الفئدينا نحاول حكومة وشعب نشوف مشاكل المواطن ايه وكل الخطوط تمشي متوازنة ليه لان زي ما قلتلك لو انا النهاردة عايز ازود الحصولة الضربية يبقى لازم بدل المواطن الخدمات ده تصريح لوزير المالية دكتور محمد بعيدة عايز يزود الحصولة الضربية ده كأحد موارد الدولة لكن الناس بتقلق من فكرة هذا التصريح العام هل الضريبة هتزيد على السلع والخدمات مش مسألة الضريبة او نسبة الضريبة انا زي ما قلنا بعض الناس عدد كبير جدا من اللي موجودة في الاقتصاد غير الرسمي غير مخضع للضريبة ومش موجود او مش متهرب لمحدش احنا الحصر الاحصائي العام للرقم الضريبي لسه ما تبقى